أكد صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلا حاكم الشارقة أن المشاريع الحيوية والمرتبطة باحتياجات الناس اليومية مثل الكهرباء والمياه والغازة مستمرة ومتواصلة في كافة مدن الإمارة لتحقيق الاكتفاء ذاتي والتخزين المستقبلية مشيرا إلى أهمية المحافظة على المياه وعدم الإسراف في استخدامها جاء ذلك خلال وضع سمو صباح اليوم حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في منطقة الحمرية والتي تبلغ كلفتها 1.65 مليار درهم وتنول صاحب السمو حاكم الشارقة مشروعات المياه في مدن خرفكان وكلبا والبيد والشارقة مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها لزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه وتطرق سموه إلى الإسراف في استهلاك المياه بصورة مبالغ فيها وكذلك التسريب من الأنابيب القديمة التي تعمل فرق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المتخصصة على حلها حيث إنه مع الوفرة والإرشاد والتوجيه يمكن تقليل الهدر الكبير للمياه ترجمة نانسي قنقر